السلام عليكم البناء نتمنى تكونوا بخيروا على خير في اطيب الاحوال وصحة جيدة من بعد ما تشاركت معكم طريقة فتحضير المسمن بالزعتر او الفرماج الحمر هاد المرة هاد يجبت لكم بطريقة جدا مميزة جيت نتشارك معكم الطريقة المعتمده فتحضير المسمن ويصبح يطولون ونقوم بزيتون الفرماج وضع الزعتر من المشكلة بالفرماج الحمر غير بقوم معي فكملوا معي الفيديو باش تشوفوا الطريقة تحضير تحفى البنات والله العظيم و يجي خفيف بزاف و ستشارك معكم الطريقة في التحضير بكل أسرار ديالها المسمن اللي معمره ما يحشمكم على بركة الله هنا المقادر اللي غادي نحتاجه أنا من بعد غادي نخلي لكم مكونات بالطبط أسفل صندوق الوصفة عفوا دون غادي نحتاجه هنا فقط الدقيق الأبيض و غادي نحتاجه الملحة و سكر سنيدة بالنسبة للدقيق الأبيض للبنات أنا هنا كنخدم بالإتقن أحسن نتيجة كنخدم بها هي الفرز للإتقن ماشي إشهر ولكن تجربة خاصة كنخدم الخميرة ديال الخبز و سنبدأون نعجنه بما يكون دافئ بطبيعة الحال هنا يمكنكم تعجنوا يا بيت ديكم يا إما بالعجنة كيف ما درت أنا الملاحظة أو الحاجة التي يخصكم تأخذها بعيد الاعتبار هو أن العجينة ديالكم تدلكم زيان وأنها تجي مرخوفة إذا أنا في الوقت برجنا قد نربح عفوال الوقت في الوقت اللي كنت اجلي فيه العجينة أنا أدوز هنا ونجد الحشوة إذا ما قدرت تقراب ثلاثة حطل ربعة دراهم ديال الزيتون اقدرت هذا حطل العظم لاستطيع أن أضغط تقرابه العادي يعني تعجبني الطريقة ديال الزيتون لكي يكون حار و نضيف معها حليا قليلا إذا تقراب المعرقة كبيرة ديال الهريصة اختيالية ونزيد عليه 5 حباس الفرمج الفرمج العادي يمكنكم تديره كيري او لا تدير الفرمج الحمارة محكوك او لا تديره هنا في الهاشواغ سوف ندز هنا ونخلط جميع المكونات هذه لا تحتاج لديه جينا فقط يبدأ الزيت وتقطيع ونسجم المكونات عدد يكسع سوف نحبس هنا حاولت نخلط المكونات مرة أخرى باستطحنوا لي كاملين سوف ندز من بعد ما نحصل على الخليط سوف ندز من بعد ما توجد العجينة لاحظوا معي العجينة كيف تأتي سوف نسمى جيناج حلال سوف ندره على شكل مربع نتيجة مميزة سوف ندره العجينة لديكم مرخوفة لا يوجد سر حيث كان بعض الوصفات مع احترامي لهم هل يزيد فيه ضانون هل يزيد فيه العسل ممكن يكونوا طرق مزينين انا كنتشارك معكم تجربتي الخاصة السر الوحيد الذي يجعل المسمن يجيكم حسن من الزنقة هو انه ندره بالفرص كيف مما قلت لكم انا كنتم دائما بالاتقل و العجينة جيمة الخوفة بهذا الشكل هنا يدهن سطح بالزيت و ارتاح اغطينا بالسلوف ثم من بعد ما ارتاح سوف ندره هنا و نجيبه واحد البلاطون ختمته هنا بالزيت العود و نحاول نقسم هذا العجين على شكل كريات بالحجم اللي بغيتو بغيتو حجم كبير ديره و اذا بغيتو الحجم الصغير بغيتو الحجم صغير ديره يعني لحسب انتم ما يخصكم سوف نبدأ نقسم العجين القريات بالحجم اللي بغينا حاول ما نكتروش الزيت بجدك ساعة يجينا العجين يعني في تشكيل يالو جينا ساهل ما يكرفسنا شو ما يبغيش يتجمع نستمر بنفس طريقة حتى نساليه العجينة كاملة نحاول ما امكن ان القريات يجيون قد قد و لو حلتوه كيفما العادة يمكنكم تستعنو بالميزان لو بغيتو ذلك شي يكون مئة في المئة لحقوه طريقه اذا هنا سوف نبعد مشكلنا العجين فنا ندوزو و ندهنوه بزيت العود انا خدمت كيفما قلت لكم هنا بزيت العود اختياريا حيث تخليطها ما بين زيت العود و لا ينزعتها نغطي العجين و نخليه تقريبا 1-4 ساعة يعني غير مطلوق و نتجدها من غير مطلوق و نجدها ترتاح لكي و نعمل بخدمة او الاخر العادي و نجد العدي و نجد الحشوة و انا هنا خدمت بالفرس حرش يمكنك تخدموا بالفينو و نجد العجينة و نجد الحشوة هنا نبدأ بأول قرية نجد العجينة بشكل ما تشاهده في الفيديو لاحظوا معي العجينة كيف تكون مطوعانة و نجد العجينة بسهولة فهي لم تسبقها بكل اريحية من بعد نجد 1 كمية من الحشوة و نحاول نجد العجينة و نحاول نحاول أنه لا نجد لكوش لا تكون لدينا نسمي فقط لأن هذا لا يسمي معمار أو لخبزة معمارين نجد أن ننسي زيتون مع الفرماج و بالخصوص الزعتر و نجد العجينة ثم نقوم بأكد و نجد طريقة الطي بإنتمج المسمن المورق قبل أن نطوي الزبدة التي تكون ديبة ونطويق ونطويه كل واحدة عندها طريقة أنا هي الطريقة المعتمدة وتعطيني نتيجة التي تكون مزيانة ومرضية عندما نستعمل الزبدة ونحاول نعرف كيفية الشارط عجينة سمحون لعبنات أن صوت مستوى قليلاً مع البرد المهم هو أن يوصلكم الطريقة وتوصلكم الوصفة كما هي وأن الصوت لا يؤثر على هذا الشي نحن نتجل الكثير من العجينة ونحاول إدخالها بالزبدة نحن نحاول نبسطه جيدا و اخر جزء من العجينة و نحاول ندخله في الجنب بشكل هكذا نحاول نضغطه عليها و ندخله على الجنب و ندخله مرة اخرى الطريقة بنفس الطريقة نفردو حشوة بهذه الطريقة سوف نقوم بفرص الحرش او لا تستطيع فرص الحرش لا يوجد الفرق في النتيجة لا يوجد الفرق لا يوجد فرص الحرش خلطوه مع الخميرة الحلوة نقوم بفرص الحرش طريقة واضحة طريقة المعتمدة لها انا حاولت نشارك معكم هنا هي طريقتي الخاصة وإلا عندكم شيء ملاحظات في الفيديو او كانت عندكم مثلا حية اللي كتديروها باش كتحصل الى نسيجة حسن تشاركوها معنا في التعاليق صافي من بعد ما كنتلقوا العجينة كنتشدو دوكل ودينات وكنبقى ونخشيوهم باش هكذا ما كنتتلق لناش يعني اذا كانت تكور لي كنتم ندرناه وكننبسطوها وكنخليوها الى جنب حتى نسالي وكنستمروا بنفس طريقات نسالي العجينة كاملة هنتم لاحظوا معايا هنا يا صافي ساليت وكندوز هنا وكندروا مقلة اللي كتكون يعني اما كنتدروا المقلة دوجتك كنتسميها او اي مقلة عندكم صافي وكنبدا نبسطوها بزيت العود كالعادة كيفما كنت لكم هنا انا اخدمت غير بزيت العود كنحاولو نتلقو دوكل مسيمنات دينا بالشكل اللي كتشوفو معايا يعني نحاولو مندرهم مش يكونوا رقاقين بزاف وفي نفس الوقت ما نخليوهم مش غلاد كيفما كنتشوفو معايا في الفيديو بالنسبة للحشوة فما تخافوش منها حيث انا ما كترنا بزاف يعني رماديش تخرج لنا او لغا تخسرنا الشكل اللي المسمن عليها انا قلت لكم في الاول ديروا غير شوية الحشوة يعني غير القياس اللي سيعطينا نسمه من بعد فأناك اللوح المسمنة في المقلة وكندردل عليها شوية زيت العود من الفوق سوف نطيبوه بطريقة تقليدية المعروفة من بعد ما يطيب لنا ملتحت كنقلبوه من الجهة الثانية أخرى وسوف نضيفه النزان هذه ما بين زيت العود و ما بين زيت الزعتر و الزيتون كتبتها واحدة الماء رائع جداً انا لم تترى صراحة انكم سوف نجربوه كاملين اللي سوف يجربوه هذه الوصفة انا انا اشتركتها معكم حباً هذا الفيديو يجب أن يأخذوا الوقت لنصورهم ونقذهم ونضعهم بالتأكيد لن تشارك شيئا ونعجبك لا تحش بذلك المجهود هنا يصف من بعد المسلين الطهو المسمن انا حاولت نختص لكم المراحل لكي لا يأتي الفيديو طويل بثاف هذا هو الشكل النهائي لاحظوا معي كيف يجينا مذهب تدهيبه في السطح ونقذت له لا تشي حاجة سيكون سنيده يجينا اللون وهذه الحشوات ستعاون حيث لا تخرج شيئا على العجينة لكي لا يمكنك أن نتلقها وهكذا يجينا المسمن انا سنتقل هنا ونقسم لكم لكي يجينا خفيف رائع رائع لا نحترى صراحة انا نشكر لكم كثيرا كما هو بعين النسيجة عندكم في الفيديو وعدل ما ضاقشي حاجة يبدل على المولفين حنا ينشوفوه عندما لاحظوا معي كيف يجي فتي وكيف يجي مورق رائع جدا لبناس منتمنى انكم تجربوه وانه يعجبكم وانكم تخليوا لي الرأي ديالكم عليها في التعاليق لا تنساوش انكم تخليوا لي لايك وبرتاج وكذلك انكم شجعوني بالتعاليق ديالكم والى الملتقى في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم كلام انكم 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 اشتركوا فيديو جديد